خمس سنوات من حرب السعودية والإمارات على اليمن كانت كفيلة بإضعاف الشرعية بل تمزيقها بدلاً من إعادتها كما كان الهدف المعلن للحرب تلك النتيجة المتوقعة وغير المرغوبة لكثيرين يبدو أنها أوصلت السعودية إلى قناعة بضرورة إعادة الحسابات وإعادة الحسبة هنا مبنية على تصورها المبيت لشكل اليمن القادم في جانب منه وإقرار متدرج بالهزيمة في جانب آخر ما كشفته وكالة أسوشيتد برسل أمريكية من أن السعودية تجري محادثات غير مباشرة مع ميليشي الحوثي في سلطانة عمان منذ سبتمبر الماضي يذهب في اتجاه فشل المملكة في رسم خارطة اليمن باتباع الخيار العسكري وفي هذا المنح تابعت الوكالة الأمريكية حديثها بالقول إن الطرفين تواصل على امتداد الشهرين الماضيين عبر تقنية الفيديو كما تواصل عبر وسط أوروبيين مضيفة أن المحادثات التي توسطت فيها مسقط بدأت في سبتمبر الماضي وتحديدا عقب الهجوم على منشأة أرمك النفطية تجديف السعودية نحو شط الميليشيا بهذه الطريقة يحقق المشروعية للانقلاب الذي تقوى بفعل الحرب المدارة بطريقة بدت وكأنها انقلاب على مشروعية التدخل التي منحت من الرئيس هادي كما أن الاعتراف بجماعة الحوثي كسلطة أمر واقع وطرف رئيس في التسوية القادمة يعني فشلا ذريعا في قيادة السعودية للحلف المقاوم للمد الإيراني في المنطقة ويجعل من السعودية تحت رحمة صياط الوكلاء المحليين لإيران ما استقرت عليه الأوضاع حاليا في اليمن ولو لبرهة من الوقت يشي بشيء واحد وهو أن السعودية كانت تحارب اليمن لا تحارب لأجل شرعيته وذلك أمر يقود إلى مآلات أبرزها إجهاد التغيير في اليمن وإعادته إلى ما قبل مرحلة الدولة الموحدة وأمام هكذا وضع ما من بد أمام اليمنيين خصوصا أولئك الذين راهنوا ولا زالوا على دور السعودية سوى مراجعة حساباتهم لإنقاذ غلطة هي الأكثر كارثية في تاريخ اليمن الحديث